نحييكم تحية طيبة و اهلا بكم في حلقة جديدة من الحصاد الاخباري الاسبوعي سنتابع معكم في هذه الحلقة اهم الاحداث التي رصدنا هذا الاسبوع كنوا معنا بعد العنوين كنائس مصر تدعم جهود القوات المسلحة المصرية ضد العمليات الارهابية بلاغ لمجلس القضاء المصري ضد نقيب المحامين بسبب ازدرائه للمسيحية الكنيسة القبطية الارثلوكسية تصدر بيانا ترد فيه على ادعاءات القنوات الكاذبة التي تشير الى بناء الكنائس على املاك الدولة اخلاء قرى مسيحية عراقية بسبب العمليات العسكرية التركية على الحدود العراقية تخريب ايقونات في كنيسة يونانية على الحدود مع تركيا والسلطات الامريكية تدعو الولايات لتوزيع لقاح كورونا قبل نور بكم من مصر حيث ازرت الكنائس المصرية بمختلف طوائفها بيانات رسمية لدعم القوات المسلحة المصرية بعد استشهاد ضباط وجنود في سيناء اثر مواجهة مسلحة ضد العناصر التكفيرية وانعت الكنيسة القبطية المصرية الارثلوكسية وعلى رأسها قداسة البابة ودروسة الثاني بابة الاسكندرية وبطريارك الكراسة المرقصية شهداء القوات المسلحة البواسة الذين استشهدوا في العمليات الارهابية التي وقعت الاحد بانفجار عبوة الناسفة في بئر العبد واكدت الكنيسة في بيانها الصادر ان يمنح الله عزاء وسلام لأهل شهداء البرياء وان يمنى بالشفاء العاجل على المصابين وستظل الكنيسة دوما ثابتة على موقفها الدعم للقوات المسلحة في حربها مع الارهاب الاسود الى ان تستطيع اقتلاع جذوره من ارض مصر وتحقيق كامل للامن والطمأنين لشعبنا المبارك من جانبها اعلنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر وعلى رأسها صاحب الغبطة الانبى ابراهيم اسحاق بطريارك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والاساقف الكاثوليك في مصر عن دعمها للقوات المسلحة والاعمال التي تقوم بها من اجل مواجهة الارهاب واكدت الكنيسة من خلال صلاتها وتعضيدها ومساندتها لكافة مؤسسات الدولة لمحاربة الارهاب والحفاظ على سلامة البلاد كما نعط الطائف الانجلي بمصر وعلى رأسها الدكتور القاس اندريزكي شهداء القوات المسلحة البواسة الذين استشهدوا الاحد في مواجهاتهم البطولية لردع اعداء الوطن والانسانية وتحقيق الامن والامان الشعب مصر العظيم وقال الدكتور القاس اندريزكي لن ننسى ابدا شرفاء مصر من ابناء القوات المسلحة والشرطة المصرية الشهداء الذين قدموا دماءهم النبيل فداء لوطننا الغالي ولن يثنين الارهاب الاسود عن بناء مصرنا العزيزة والمضي قدما في طريق التنمية والتقدم ونصلي الى الله ان يمنح العزاء والصبر لاهل الشهداء والشفاء العاجل لجميع المصابين وان يمنح بلادنا السلامة والامانة تقدم هاني صبري لبيب المحامي ببلاغا للمجلس الاعلى القضاء المصري ضد نقيب المحامين محمد رجاي عطية بسبب ما كتبه عن الانجيل المقدس مشككا بنزاهته وقدسيته وذلك لرفع الحصانة عنه واتخاذ الاجرات القانونية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة ارتكابه جريمة ازدراء الأديان وقال صبري قام المشك في حقه بتاريخ 26 من ابو غصص المنصرم بنشر مقال في موقع بوابة الشروق الالكترونية تحت عنوان بين السيد المسيح عليه السلام والتلاميذ كما نشره في موقع نقابة المحامين على حسابه الرسمي على الفيسبوك والذي يزعم فيه ان يستعين باقوال عباس محمود العقاد ويتحمل في طياتها ازدراء للمسيحية وطعم في صحة الكتاب المقدس وعبارات منسوب صدورها للسيد المسيح لم يقلها اطلاقا إنما بنوة الله بالأعمال وإنما أنتم بأعمالكم أبناء إبليس لنعلم من أين أتوا بهذه العبارة حيث قام المشك في حقه باشتزاء الأحداث والمواقف من سياقها ناهك عن المغالطات التاريخية والكتابية ويدعي لأسباب لا نعلمها عبارات غير صحيحة لمحاولة التشكيك في السيد المسيح والنيل منه ومن صحة الكتاب المقدس وقال هاني المحام في مذكرته القضائية إذا ما حدث نرفضه مثل هذه المزاعم جملة وتفصيلا ومثل هذه الأمور تضر بالسلام الاجتماعي وفيها تقدير للسلم والأمان والأمن العام وقد تشق الصف بين نسيج الوطن الواحد كما استرسل المشك في حقه بحصر كلماته أن السيد المسيح عليه السلام مضى شوطا بعيدا في دعوته دون أن يقول إنه هو المسيح المنتظر لكن هذا الادعاء غير صحيح فسيد المسيح ذكر في أكثر من موضع وأمام العالم أجمع وأيضا أمام مجمع اليهود وبلاد صلبنطي الحاكم الروماني آنذاك وأن الكتاب المقدس من سفر التكوين لسفر الرؤية ينطق بحسب إيماننا المسيحي بآلوهية السيد المسيح وهناك مئات الآيات التي تدحض هذه الادعاءات ويدعي أيضا وفقا لأقوال العقاد أن الأنجيل جميعا تعتمد على نسخة آرامية مفقودة يشيرون إليها بحرف الكافة مختزل من كلمة كويل بمعنى الأصل هذه الادعاءات باطلة وعارية تماما من الصحة حيث إن العهد الجديد كتب باللغة اليونانية وليس الآرامية وهذا ما تؤكده المخطوطات والحقائق التاريخية والعلمية الثابتة وأضاف المحامي أن ما اقترفه المشك في حقه يعاد جريم مكتملة الأركان وهذا ثابت من خلال تصريحاته والتعدي بالأقوال وبطريق العلانية على الدين المسيحي والزرائه مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشك في حقه لارتكابه جريمة ازدراء الأديان والإضرار بالوحدة الوطنية ونبقى مع الشان القبطية حيث أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوكسية بيانا ترد فيه على ادعاة القنوات الكاذبة التي تشير إلى بناء كنائس على أملاك الدولة وقالت الكنيسة في بيانها بخصوص الادعاة التي رددتها إحدى القنوات المعادلة للدولة والتي تحاول بث الفتن بين أبناء الشعب المصري بعمل مقارنات بين معايير بناء دور العبادة في مصر لضرب الصف الوطني واستخدمت في ذلك تصريحات لأحد الآباء لاساقفة بشكل ينطوي على مغالطة بعد أن تم اجتزاء هذه التصريحات والتي قيلت قبل صدور قانون بناء الكنائس وهو القانون الذي وضع شروطا واضحة لبناء الكنائس تلتزم بها الكنيسة التزاما كاملا وتابع البيان إن الكنيسة لا يمكن أن تقرأ التعدي على الأراضي بأي شكل من الأشكال ونعيد التأكيد على أن المصريين جميعا يعلمون أن الكنيسة المصرية تحترم الدستور والقوانين وكانت وستظل من أول الداعمين للمشروعات القومية في الدولة وأنها تضع بالاعتبار دائما المصلحة العامة وهو ما أثبتته العديد من المواقف واضح أن الكنيسة تشهد أن قيادة الدولة المصرية الحالية تقف على مسافة واحدة من الكل في التعامل مع أي تعد للقانون فلا يوجد فرق بالتعامل مع دور العبادة كلها وأوضح البيان كما نؤكد على الحقائق الآتي أولا تؤكد الكنيسة القبطير أرثوكسية على أنه لا توجد أي كنيسة مقامة على أراضي مملوكة للدولة إلى تلك التي خصصتها الدولة للكنيسة وفقا للقانون وذلك في المدن الجديدة فقط ثانيا الأراضي التي تحدثت عنها القناة الكاذبة هي أراضي زراعية وتم ضمها إلى كارتون المدينة والقرى وما زالت إلى هذا اليوم لها هذا المسمى في أملاك أراضي زراعية فهي أملاك خاصة لأشخاص وليست ملك للدولة وأشار إلى أن جميع الكنائس المقامة ضمن الكتل السكنية العامرة بالسكان منذ زمن بعيد قبل القانون رقم 80 لسنة 2016 وقدمت لتقنين أوضاعها طبقا لما ورد بالقانون المشار إليه إلى اللجنة الوزارية المشكلة برئاس الدكتور رئيس مجلس الوزراء والتي تضم الوزراء والجهات المعنية للنظر في تقنين أوضاع الكنائس المشار إليها وأن أي كنائس بنيت بعد صدور القانون المشار إليه بنيت طبقا لهذا القانون المزيد من التفاصيل متابعه في هذا الشريط قبل حثفه من مصدره الأصلي ده الطريق بتاع السحل ده البطيق ده بصد ده البطيق ده هنا طبعا كان فيه شوية جوامع وشوية مباني وكده وتشال فأيه لأنهم إيه واخدين من حرم الطريق فأيه غالوه أجلله هنا مخم كم بيت على كم مخ ده كان الهبة في حاجة أطعى الطريق هناك ده إ اللي أطعى الطريق هناك ده إيه ده في حاجة أطعى الطريق هناك لا استنى ما يشوف إيه الي هناك ده ايه ده ليه الطريق ده؟ نهاية الطريق ده؟ ليه كاية؟ ما فيش ده خارجة ثاني؟ اوه اوه ايه ده الطريق قافل اوه طب نرجع بعض ايه ده غريبة يا اخوان طب استنى من من ايه ده الطريق قافل ليه كده؟ ايه ده؟ ده كنيسة الله غريبة هم مش كانوا بيشيروا الحاجات اللي قافلت الطريق ايه ده 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 قافلت الطريق ده ده سور ايه ده؟ طب عدينا كنيسة عدينا كنيسة ايه ده؟ طب ليه طب الطريق مش كامل اه ده ده مش نهاية الطريق الله ده فيه طريق تاني ده انا بعد الكنيسة مكمليني ده طريق يعني هل الكنيسة افل الطريق ده طريق يكمل تاني وفي الشان المصري العام حيث قال رئيس دجمع برلمانات شمال افريقيا المستشار السياسي لرئيس البرلمان الافريقيا نائب مصطفى الجندي ان برلمانات شمال افريقيا الان المصري افضل ورئيس جنوب السودان سلفاغير رئيس مجلس السيادة السودانية لجائزة نوبل السلام على جهدهم الكبيرة لاحلال السلام في السودان و بحسب وسائل الاعلام المصرية فقد رحب الجندي باتفاق السلام الذي تم توقيعه بالاحرف الاولى في جوبا عاصمة جنوب السودان بين الحكومة السودانية والجامعات المسلحة في دارفور وجنوب كاردوفان والنيل الأزرق واصفا الاتفاق بالتاريخ ويمثل مرحلة جديدة وخطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والسلام وإنهاء 17 عام من الحرب الأهلية في السودان وأضاف في بيان أصدره الثلاثاء أن برلمانات شمال أفريقيا ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لجائزة نوبل السلام على جهده الكبير لإحلال السلام داخل السودان وأكد أن برلمانات شمال أفريقيا والبرلمان الأفريقي بجميع دوله يرحبون دائما بالحلول السلمية لجميع المشكلات والأزمات داخل الدول القارة السمراء مشهدا بانتصار جميع أطراف الاتفاق لإنهاء النزاح المسلح وتحقيق السلامة كما أعرب الجندي عن ثقته في قدرة أطراف العملية السياسية في السودان على إنجاح هذا الاتفاق وتحويله إلى وقع ملموس واعتباره صفحة جديدة في تاريخ السودان يتم فيها إعلاء المصلحة الوطنية العليا ويعطاء الأولوية لجهود التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن والاستقرار مشاهدين ومن مصر نتوجه إلى العراق فالعمليات العسكرية التي تشنها تركيا على حدود مع العراق كانت سببا بإخلاء عدد من القرى المسيحية العراقية المتاخمة للحدود التركية بإقليم كردستان وكانت قرية شرانيش واحدة من القرى المسيحية العراقية التي تعرضت عدة مرات لضربات جوية تركية خلال الشهرين الأخيرين لهذا رحل أغلب سكان القرية المسيحين عن ديارهم ويقول أهل القرية إنها ليست المرة الأولى التي يضطرون فيها لهجر بيوتهم وقال أحد أهالي قرية شرانيش إن القصف التركي مستمر وقد أسفرت عمليات القصف التي استهدفت القرى وأطرافها عن حرق مزارعنا وبساتيننا وأضاف العمليات العسكرية التركية التي تشنها تركيا على المنطقة بذراعة ضرب مقاتلي حزب العمال الكردستاني مستمر في تلك المنطقة الأمر الذي يجعل أهالي المنطقة غير قادرين عن العودة إلى قرىهم ويقول المسؤولون في المنطقة أن العمليات العسكرية التركية تحول دون تمكن الأهالي ولا الحكومة العراقية من فعل أي شيء لعادة الأهالي إلى قرىهم على الرغم من مطالبة العراق بإيقاف الانتهاكات التركية لحدودها لكن التركيا تقول إن حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية لم تفعلها شيئا لطرد حزب العمال من تلك المناطقة الاعتداءات على الكنائس تتكرر فبعد ظاهرة الاعتداء على الكنائس في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من البلدان ها إن كنيسة يونانية تتعرض للتخريب ففي التفاصيل قام مجهولون بعمل تخريب ضد كنيسة القديسة الكسندر الصغيرة التي تقع بجوار مصنع سفاث في كازانتي في شمال الشرق اليونان من الحدود مع تركيا وبحسب وسائل الإعلام فقد تم بناء الكنيسة السابقا بطلب من سكان المدينة ولكنها اليوم كنيسة شبه مهجورة الأفراد القلى الذين يزورون الكنيسة للصلاة أو السياح لاحظوا تشويها لوجوه القديسين في الإقونات وتم إبلاغ الشرطة المحلية التي سارعت للكشف عن البصمات ورأى المؤمنون الذين دخلوا الكنيسة لأعمال التخريبية التي خلفها المخربون الذين اشتاحوا الكنيسة وكان الإعلام اليوناني قد اتهم اللاجئين السوريين في وقت سابق من العام الجاري بتخريب كنيسة تقع في جزيرة ليسبوس وتجمع وقتها أكثر من خمسمائة لاجئ وتحركوا نحو ميناء متليني حيث اعترضتهم الشرطة اليونانية وألقت عليهم قنابل مسيلة للدموع اللاجئون قاموا بعد ذلك برمي الشرطة بالحجارة وهاجموا الكنيسة الأرثوذكسية في الجزيرة وقاموا بتخريبها وفي ذات السياق فاقت رعية سيدة لبنان في تورنتو على خبر اقتحام مجهولين الكنيسة وقاموا بقطع رأس تمثال العذران مريم على مدخل الكنيسة وبحسب خادم الرعية الأب وليد الخوري أن أحد ابناء الرعية شهد رأس تمثال مقطوع وقام بإبلاغ الكاهن فورا الحادثة حصلت صباح الأحد قبل الذبيح الإلهية وقد أبلغ الكاهنة الشرطة التي باشرت تحقيقاتها في الحادث ومن خلال تفحص كاميرا المراقبة تبين أن جاني دخل حديقة الرعية الساعة الثالثة صباح الأحد وتبين أنه يحمل شيء في يده وهو يغادر الحديقة من الواضح أنه كان يحمل رأس تمثال العذراء وقد وضعت تمثال العذراء في الرعية منذ حوالي 25 عاما وعلى موقع الرعية على الفيسبوك منشور جاء فيه أصيب أبناء رعيتنا بالرعب عند خروجهم من الكنيسة لرؤيتهم هذا الفعل المؤسف والخبيث مشاهدنا لكارم الحصاد الإخباري متواصل على حضراتكم ونتابع فيه بعد الفاصل حبس مسؤول والمخابرات وثلاثة ضباط لبناني في قضية انفجار مرفع بيروت مقتل شخص واختطاف طلاب مسحيين خلال هجوم على مدرسة وكنيسة في نيجيريا ومقتل رجل أسود على إيل الشرطة في مدينة لوس أنجلوس بكاليفون أهلا بكم من جديد إلى التطورات في تفجير بيروت فقد أصدر المحق العديد القاضي فادي صوان في قضية انفجار ميناء بيروت البحر بلبنان قرارا بالحبس الاحتياطي بحق أربعة ضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء من بينهم مسؤول جهاز المخابرات وجاء قرار الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات في نهاية جلسات الاستجواب التي أجرها القاضي صوان مع الضباط الأربع والذين تصدرهم العميد انطوان سلوم مسؤول جهاز المخابرات في الميناء إلى جانب ضابط بردبة رائد بجهاز أمن الدولة وضابطين آخرين بردبة رائد أيضا بجهاز الأمن العامة وكانت النيابة العامة اللبنانية أمرت بحبس 19 شخصا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري قبل أن تقرر الحكومة لاحقا إحالة القضية إلى المجلس العدلي وهو الإجراء الذي ترتب عليه تولي أحد القضاة مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسؤولين عن الواقع لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي وبذلك يرتفع إجمال عدد الموقفين في قضية انفجار مرفى بيروت إلى 25 شخص بعد توقيف أربعة مسؤولين عسكرين الثلاثاء ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا الشديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية هذا وتسبب انفجار المرفى فالرابع من آبا وصص المنصر بمقتل 188 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين ولا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين كما ألحق أضرار جسيمة بعدد من أحياء العاصمة بيروت كشف زعيم عصابة تركية من وراء القضبان في الأرجنتين بأنه تم تجنيده من قبل بعض مسؤولي الحكومة التركية لقتل القص الأمريكي أندرو برونسون الذي سجن لمدة عامين في تركيا وأخلي السبيل عام 2018 وقال سيركان كورتولوش في تصريحاته لشبكة فوكس نيوز الأمريكية من داخل محبسه حتى قبل محاولة الانقلاب بدأ المسؤولون يتحدثون عن القص برونسون بأنه جاسوس ويدعم الإرهاب ثم بعد الانقلاب الفاشل عام 2016 أرادوا مني أن أجد من يقتله وألقي باللوم على أتباع جولن وأضاف كورتولوش البالغ من العمر 38 عام أن أعضاء من حزب العدالة والتنمية اتصلوا به وطلبوا منه التخطيط لاغتيال القص برونسون ويلقاء اللوم في الاغتيال على أتباع حركة المعارض التركي فتحل جولن الموجود في الولايات المتحدة بهدف اعتراف واشنطن بحركة جولن كمنظمة إرهابية وفقا للشرق الأوسط وخدم أندرو برونسون كقص في مدينة أزمير التركية وتم اعتقاله بتهمة دعم حركة جولن حيث تعتبر تركيا أتباع جولن إرهابيين وتلقي باللوم عليه في محاولة الانقلاب عام 2016 وتقل كورتولوش في الارجنتين في نيونيو الماضي ويسعى للحصول على اللجول لأنه مطلوب في تركيا بتهمة توريد أسلحة نارية غير قانونية إلى السورية وقتل طيار روسي عام 2015 وطلب تركيا من الارجنتين تسليم كورتولوش بعد شهر من اعتقاله فيما يقول كورتولوش إن السبب الحقيقي وراء طلب ينقرى تسليمه هو أن يعرف الكثير ونفى متحدث باسم السفارة التركية في واشنطن ما قاله كورتو ووصف بأنها هراء كامل وملفقة لخلق قاعدة زائفة لطلبه اللجوء في الارجنتين من جانب أكد القاس أندرو برونسون لشبكة لأنه تابع القصة منذ ظهورها في الارجنتين وبينما أشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كان كورتولوش يقول الحقيقة أم لا فإنه لن يتفاجأ في كلتا الحالتين وأفاد التقارير الإخبارية أمريكية حديثة بأنه مكتب التحقيقات الفيزاري فتحت تحقيقا في هذه القضية وطلب استجواب كورتولوش لكن السلطات الارجنتينية لم تستجب بعد لهذا الطلب تمكنت الفتاة المسيحية الباكستانية ميرا شهباز والتي تبلغ من العمر 14 عام الهرب بعد أن تم اختطافه خلال فترة الحجر من قبل مسلحين مسلمين حيث رفضت الزواج من خاطفها المسلم والتخلي عن إيمانها وقد نجحت مؤخرا في الهروب من خاطفها حيث أثارت قصتها المجتمع الدولي فقد تم اختطاف ميرا شهباز 14 عام على يد مسلحين وقد تم إرغامها على الزواج من خاطفها ونبذ إيمانها وبحسب جمعية عون الكنيسة المتألمة تمكنت من الفرار من خاطفها والذي يدعى محمد نقاشا الذي وبحسب محكمة لاهور هو زوجها الشرعي وقد هربت الفتاة من منزل محمد بالقرب من منطقة فيصل أباد حيث أجبرت وفق مصادر مقربة من عائلته على ممارسة الدعارة وقد هربت برفقة والدته وأخوتها الثلاثة ولم يتم الكشف عن مكان وجودهما خشة من الانتقام بحسب ما أفادت به الجمعية وقالت ميرا لقد هددوا عائلتي بأكملها كانت حياتي في خطر بين أيدي الخاطفين اغتصبني محمد بوحشية مرات عدة بحسب ما قالته الفتاة المراهقة للجمعية ولفتت ميرا إلى أنها أجبرت على التحول إلى الإسلام مشيرة إلى أنه تم خداعها لتوقيع وثائق فارغة بابتزاز من الخاطف وأضافت أن الأخير والمتواطئين معه هددها بنشر فيديو الاقتصاب على الإنترنت إلا إن لم تردخ لطلباتهم اضطهاد المسيحين في العالم يتصاعد والإعلام العالمي لا يتطرق إلى هذا الأمر فمسيحيون الجرية ما زالوا هدفا لمجموعات إرهابية كروعات فولاني الذين يحاولون جاهدين وقف التبشير في البلاد حيث لقي شخص مسيحي مصرعه في هجوم شنه مسلحون إسلاميون في ولاية كادونا بنيجيريا كما اختطفوا أيضا عدة أطفال وهجم مسلحون منطقة دامبا كاسايا على دراجة النارية الاثنين الماضي وقد قاموا بالهجوم على مدرسة برينس أكاديمي ثانوية المسيحية حيث اختطفوا المعلمة كريستيانا مادوغو وتم اختطاف أطفال من قبل المهاجمين الذين تتراه أعمارهم بين التسعة عوام وثلاثة عشر والخمسة عشر عام ولم يسمح للمدارس بإعادة فتح بوابه في ولاية كادونا إلا مؤخرا بعد إغلاقه حتى يتمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم النهائية وقالت منظمة التضامن المسيحي العالمين الخاطفين اتصلوا بإحدى الأسر وأكدوا أنها يحتجزون أطفالهم لكنهم لم يقدموا أي مطالب أخرى ودمر المسلحون الآلات الموسيقية في كنيسة منش المعمدانية قبل إشعال النار فيها وقتل القروي بنجامين أوتاو عندما حاول هو وآخرون مطاردة المسلحين تاركا وراءه زوجة وطفلة ويقال إن المهاجمين من ميليشيا الفلاني الإسلامية المتشددة وتقدر المنظمة أن ما لا يقل عن خمسمائة شخص قتلوا بين يناير ويونيو من هذا العام وأن خمسين ألف شخص من المجتمع قد نزحوا وقالت المنظمة إنهم لا يستطيعون الآن الذهاب إلى الزراعة وحصاد محاصيلهم وفي بعض المجتمعات يتعين عليهم دفع ضرائب حماية الميليشيا للوصول إلى مزارعهم أعلن الجيش الفلبيني أن التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع الاثنين في جزيرة جولو جنوب البلاد نفذته أرملتان إرهابيتان من جماعة أبو سيافة وأسفرت تفجيران عن مقتل خمسة عشر شخصا على الأقل وإصابة أربعة وسبعين آخرين وفقا لحصيلة جديدة نشرتها القوات المسلحة في بيان نسب مسؤوليتهم إلى جماعة أبو سياف رغم أن أحدا لم يتبن مسؤوليته بعد وهذا الحادث هو الأكثر دموية هذا العام وقال رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية جنرال جيلبرت جاباي إن جماعة أبو سياف لن تقوى تصميمنا على التغلب على عنفها وعرف قائد الجيش الجنرال الانتحاريتين على أنهما نانا وإنداناي وأوضح في رسالة نصية لوسائل الإعلام أن نانا هي أرملت نورمان لاسوكا الذي يعتبر أول انتحار فلبيني وفجر نورمان لاسوكا وانتحار آخر نفسيهما قرب معسكر الجيش في جولو في يونيو 2019 مما أسفر عن مقتل عدد من الجنود والمدنيين وتتحقق السلطات مما إذا كانت نانا إندونسية أم لا إما أو أما عند نانا فهي أرملت طلحة جمحة المعروف أيضا باسم أبو طلحة الذي كان رابطا بين جماعة أبو سياف وتنظيم داعش وقتل في نوفمبر الماضي خلال التبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في جولو وجماعة أبو سياف التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابي هي الشبكة من الإرهابيين الذين تم تحميلهم مسؤولية أسوأ لهجمات الإرهابي التي شهدتها الفلبين وعملات خطف سياح جانب وأفراد في بعثات تبشيرية ووقع الانفجاران على مقربة من كادرات كاثوليكية في جولو حيث فجر انتحاريان نفسيهما في يناير 2019 مما أسفر عن مقتل واحد وعشرين شخص وإلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث قتل رجل من ذوات البشر السوداء على يد الشرطة الأمريكية التي أكدت أنه كان مسلحا بمسدس الأثنين في لوس أنجلوس بولاة كاليفورنيا في ظل أجواء من التوتر وانعدام الثقة بالشرطة أعادتها إلى الواجهة قضية جايكوب بليك وقال مكتب عمدة مقاطعة لوس أنجلوس على لسان الملازم براندون دين خلال مؤتمر الصحفي أن الرجل البالغ حوالي الثلاثين عام كان يركب دراجة عندما حاولت الشرطة توقيفه بعد ارتكابه مخالفة مرورية وبحسب رواية السلطات فقد فر راكضا بعد أن ترك دراجته وتمكنت الشرطة من الامساك به وقال الدين أن الشاب الأمريكي من أصل إفريقي قام حينها بضرب شرطية على وجه والقى المشتبه به خلال ملاحقته كوما من الملابس كان يحملها وتابع الملازم لاحظ عناصر الشرطة وجود مسدس أسود نصف أهلي داخل كومة الملابس حينها أطلقت الشرطة النار وتوفي الرجل فور إصابته بعدة رصاصات وكد دين أنه كان بحوزته السلاح ناري وهاجم شرطيا مشيرا إلى فتح تحقيق بالواقع وتجمع حوالي مئة شخص في مكان الحادث الاثنين وفقا لوسائل الإعلام المحلية في أجواء من احتجاجات المناهضة العنصورية في الولايات المتحدة بعد أن أطلق شرطي أبيض النار على سبع مرات على ظهر رجل أسود في مدينة كنوشا بولاية ويسكنسن مشاهدينه في المستجدات بشأن فيروس كورونا حيث طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات المتحدة أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض كوفيد 19 على نطاق واسع بحلول مطلع 22 نوفمبر المقبل بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن وثائق رسمية ونقلت صحيفة وولستريت جورنال عن روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها سي دي سي قوله في رسالة أرساله لحكومات الولايات إنه يطلب منها بصورة عاجلة أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب على نياب الكامل بحلول الأول من 22 نوفمبر المقبل مشاهدينه وإلى عالم التكنولوجيا فقد عرضت شركات يابانية أولى تجاربها الناجح لسيارة طائرة مأهولة وبثت شركة سكاي درايف تسجيلا مصورا أظهر اتفاع آلة غريبة الشكل تشبه دراجة نارية ملسا مزودة بمراوح دفع عن الأرض لمسافة تراوح بين متر ومترين في منطقة محاطة بالشباك لأربع دقائق وقال تومو هيرو فوكزاوا الذي يرأس مشروع سكاي درايف لوكالة أسوشاتي تبريس من بين أكثر من مئة مشروع للسيارات الطائرة في العالم لم ينجح سوى عدد قليل من الأشخاص على متنها آمل أن يرغب الكثير من الناس في ركوبها والشعور بالأمانة وأضاف أن السيارة استطعت طيران حتى الآن لمدة 15 دقيقة ولكن إذا وصلت المدة إلى 30 دقيقة ستكون لديها إمكانيات أكبر مشاهدين العزاء في نهاية حلقة اليوم من الحصاد الإخبار الإسبوعي نشكر لكم حسن المتابعة ونلتقيكم في الأسبوع المقبل إلى اللقاء